عشرات من طلبة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء تظاهرة في شارع الإمام الحسين عليه السلام وسط المدينة لمطالبة بشمولهم بالتعيين المركزي المتظاهرون أعربوا عن امتعاضهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم رغم مناشداتهم المستمرة والمتكررة بالتعيين المركزي وإيقاف تدفق العمالة الأجنبية نناشد المرجعية العليا المتمثلة بسماعة سيد علي سستاني بأن يصل صوتنا للحكومة المحلية والمركزية بشمولهم بالتعيينات أسوة بباقي الكليات متمثلة بالطيب وبعض الكليات الهندسية في الأيام التي مضت خرجنا بتظاهرة وناشدنا بها الجهات المركزية المتواجدة في المحافظة ولم يستجيب إلينا أي أحد ونحن مطالبنا معروفة ومشروعة كذلك نطالب بإخراج اليد العاملة التي غزت تلك المحافظة كربلاء بالعراق كلية الإدارة واقتصاد الوحيدة الكلية الماء لها وزارة خاصة بها يعني كل الكليات الهندسة الطب غيرها غيرها كلها أعتهم كليات خاصة بهم الطالب بحقوقهم قدرون يناشدون لها نحن بالنسبة أننا خرجنا بخير المظاهرات نطالب بتاع المركز يريد أحد يعني يتوجه أنه يشوف مطالبنا باعتبار الأعداد صارت هائلة والكليات تخرج أعداد هائلة من الإدارة والاقتصاد ولم يكن أحد يعينهم هنا عندنا كربلاء مصفى كربلاء مطار كربلاء كل المسعينين بهم كلهم جايبينهم عمالة أجنبية شاب خريج يدرس 18 سنة طالع يطالب بوظيفة وما ممكن يتحقق والدولة تقول وين نوديكم لأن احنا بالعراق أما في دول العالم فهذا حق وحتى بالعراق الدستور اليوم اللي هو حبر على ورق قاعد يقول حق أما لما انتجي الواقع الحال فما تلقى هذا الحق موجود احنا اليوم الناشد رئيس الجمهورية رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب انه يلقوا حل ذول الشباب اليوم ذول الشباب اليوم دول العالم زيان الشابهم بقنبلة موقوتة اذا اليوم التذا ما استثمر الطاقتهم فهما ممكن انه يتحولون سواء عن رضاية ام عبيت انه هما يتحولون في يوم للأيام الشيء ما يخدم البلد